اذا اردت النجاة والسعادة فعليك باتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الامة ومن المميزين في ذلك الامام المجتهد شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابو العباس بن تيمية ولد في حران يوم الاثنين عاشر ربيع الاول سنة احدى وستين وستمائة وتحول به ابوه الى دمشق فنبغ واشتهر سمع من امين الدين الاربلي وعلي بن بلبان وتاج الدين الفزاري وغيرهم وتتلمذ له ابن القيم وابن كثير والذهبي وغيرهم من الائمة والاعلام ويعتبر ابن تيمية مقرر المنهج السلفي عقيدة وتأصيلة قال المزي ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه وما رأيت احدا اعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا اتبع لهما منه له كتب عديدة لا سيما في تقرير العقيدة الصحيحة منها العقيدة الواسطية والتدمرية ودرء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة النبوية وغيرها من الكتب المباركة كان مناظرا بارعا يفحم المبتدعة قال ابن عبد الهادي كان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين وشجا في حلوق اهل الاهواء المبتدعين واماما قائما ببيان الحق ونصرة الدين ومع اجتهاده في العلم تحلى بمكارم الاخلاق والثبات على الحق قال ابن عبد الهادي لم يبرح شيخنا رحمه الله في ازدياد من العلوم وبث العلم والاجتهاد في سبل الخير حتى انتهت اليه الامامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم وقال عنه ابن القيم كنا اذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون اتيناه فما هو الا ان نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة وقد عفى عما اذاه قال ابن مخلوف ما رأينا مثل ابن تيمية حرض ما عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنها ولذا كان بعض اصحابه الاكابر يقول وددت اني لاصحابي مثله لاعدائه وخصومه مات رحمه الله في سجنه الاخير بقلعة دمشق سنة ثمان وعشرين وسبعمائة من الهجرة وخرج في جنازته خلق كثير رحمه الله واجزل له الاجر والمثوبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر